علوماتنا تشير إلى أنه كان هناك ارتياح كبير لدى أهل الناصرية والناس والشباب اللي يلتقاهم وهم يمثلون قطاعات من المتظاهرين والمحتجين جوي وقعدوية وناقشوا بتفاصيل كثيرة ودار بيناتهم حوار صريح يمكن رح يكون هذا الموضوع مثار جدل اليوم بهذه الحلقة لأن كل واحد ينظر للموضوع من زاوية قناعاته بس خلي نحكي بأمانة وموضوعية واللي يريد نقوله أنه الكاظمي مكان رايح بزيارة فقدية أو زيارة تقليدية الكاظمي راح افتتح مستشفى الناصرية التعليمي وهو أكبر مستشفى حديثه متطور وافتتح أيضا محطة الكهرباء الغازية اللي تشتغل كمرحلة أولى بطاقة 500 ميجاواط افتتح أيضا الجسر الكونكريتي الكبير ووضع حجر الأساس المطار الناصرية الدولي بالإضافة لمشاريع أخرى كانت متوقفة راح يتم استكمال تنفيذها يعني الزيارة كانت تنفيذية وبها إنجازات تخدم أهل المحافظة وتشغل الشباب العاطلين عن العمل وتحقق بالمستقبل القريب إيرادات خصوصا بعد إنجاز المطار الدولي لأن هذا المطار راح يكون منطقة محورية للتجارة والنقل والاستثمار والسياحة ورح يستوعب الآلاف من الأيدي العاملة كذلك المستشفى اللي راح يستوعب خريجي كليات الطب والتمريض وغيرها بالإضافة إلى المشاريع المهمة الأخرى اللي راح يتم إنجازها وعليه أترك الحديث لكم أحبة المشاهدين تعرفون تماما أن وسائل الاتصال بالبرنامج هي وفقا لأرقاب